نموذج ذكاء إصطناعي يعتبر الأسرع في كتابة الكود هذا النموذج مهم جداً لكل مطوري البرمجيات والمهتمين بالذكاء الإصطناعي النهاردة هنتكلم عن نموذج جديد اسمه ميركري نموذج مختلف عن نموذج الذكاء الإصطناعي الأخرى اللي بتستخدم في البرمجة مش بس أسرع ده بيكتب الكود بطريقة مختلفة تماماً متابعي قناة انفوتك فريو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يارب تكونوا بخير وبصحة وبسلامة بعظم نموذج الذكاء الإصطناعي اللي احنا بنعرفها زي شات جي بيتي بتشتغل بطريقة كلمة بكلمة بتتوقع الكلمة اللي جاية بناء على اللي قبلها ودي طريقة ذكية طبعاً لكن بطيئة هنا بيجي نموذج ميركري من شركة انسيبشن لابس واللي غير الموضوع ده تماماً بدل ما يتوقع كل كلمة لوحدها بيستخدم تقنية اسمها ديفيوجن أو الانتشار وده بيخليه يولد جمل كاملة في نفس الوقت بالنسبة للإصدارات الموجودة في إصدار أصغر اسمه ميركري كودر ميني ده بيوصل لحد 119 توكن في الثانية وبشتغل على كارت شاشة H100 أما الإصدار الأكبر وهو كودر سمول فبيوصل لـ 737 توكن لكل ثانية مع دقة أعلى ده أسرع من جي بيتي فور ميني وأيضاً كلو 3.5 هايكو وجيميناي 2 ولكن أكيد السرعة مش كل حاجة أكيد ميركري أيضاً أثبت كفاءة في اختبارات البرمجة زي اختبار Human Evil كودر سمول حصل على 90% كودر ميني حصل على 88% وعلى اختبارات متعددة لغات زي C++ وبيثون وجافا الدقة تظل عالية مع ميزة السرعة الخارقة ولكن دعونا نتعرف أكتر على هذا الاختبار واختبار Human Evil يومنيفال هو اختبار مخصص لقياس جودة النماذج البرمجية في كتابة الأكواد البرمجية وتنفيذ المهام البرمجية بشكل صحيح تم تطويره من قبل OpenAI وهو دلوقتي حالياً بيستخدم بشكل واسع في تقييم أداء نماذج الذكاء الاصطناعي في فهم التعليمات البرمجية وكتابة أكواد صحيحة وظيفياً إزاي بيشتغل؟ الفعال الجوهرين لنموذج ده مش بيكتب من الرياسار لليمين زي العادة هو بيشتغل زي ما بتكون كده بتعدل على مستند جوجل دوكس تقدر ترجع تعدل أو للسطر بعد ما تكتب أخر وده مفيد جداً في كتابة الكود لأن تغيير سطر في النهاية ممكن يغير الفوق ونقدر نقول أن النموذج مبني على ترانسفورمر عادي لكن إعادة تصميم طريقة التوليد باستخدام الدفيوجن هو اللي خلاه مختلف بيتم التدريب على تريليونات التوكنز وبيبتدي النموذج يتعلم إزاي يتم تنقاتها خطوة بخطوة الأداء مدعوم بمحرك مخصص بيحدد تلقائياً عدد مرات المعالجة المطلوبة بيوزع المهام على كيوت الشاشة بكفاءة عالية في اختبار الكوبايلوت أرينا اللي بيختبر نمازج بدون ما تعرف مين اللي كتب الكود ميركري كودر ميني حصل على المركز الثاني في الجودة لكن كان الأسرع بفرق كبير 0.25 ثانية فقط عشان يبتدي كتابة الكود بالنسبة لي الفوائد الإضافية ممكن يبقى في هنا توفير في استهلاك الطاقة والمنية التحتية وبيدعم سياقات ضخمة حد 128 توكنز يعني تقدر أن انت تحط ملفات كاملة في البرومت بدون مشاكل ممكن أنه يوسع القدرات مستقبلاً للفيديو والصوت والرسوم التوضيحية ولكن نقدر نقول إن إحنا في الآخر يهمنا الآتي وهو تجربة النموذج اللي فعلاً تقدر تجربه من خلال الرابط اللي حطولك في الوصف أسفل الفيديو من خلال ميركري بلي جراوند يلا بينا نجرب بشكل عملي ونشوف السرعة الخاصة في ميركري حوش فاقي حتى هنرجع لكم مرة تانية ورجعنا لكم مرة تانية علشان نجرب مع بعض ميركري من Inception Labs حط لك الرابط زي ما قلت لك في الوصف أسفل الفيديو أنا مش متخصصة في مجال البرمجة ولكن حقوم بتجربة بعض المهام البسيطة عشان يشوف السرعة الخاصة بالميركري عاملة إزاي وطبعاً يريد تجربه والمختصين بإزاي تجربه في التعليقات يقولون الفيدباك الأخبار هل فعلاً هو جيد زي ما طرحنا في بداية الفيديو ولا مش على مستوى القوة اللي كان متوقعها الشخص اللي جرب فريد تكتبوا لي في التعليقات لأن فعلاً رأيكم يهمني جداً بقدر أبني مستقبلاً عليه هل أب دا يستحق هل الأم دا يستحق هل الأداة دا تستحق ولا لأ أن احنا نكمل في الحديث عنها ولا هي مش جيدة في الأساس والبنية بتاعتها مش جيدة في الأساس فلا خلاص يعني ما فيش داعي نحنا نهدر فيها وقت ومجهود يلا بينا نجرب مع بعض بعض التطبيقات البسيطة طبعاً أنت لما بتخش على الواجهة الواجهة سهلة جداً في الاستخدام How can I help you today وبيديك بعض الاقتراحات لو أنت حابب أن أنت تجرب من الأمثلة اللي هو أعطيها لك فممكن مثلاً نجرب أنيميت أسكوير طبعاً من الأفضل عشان تحتفظ بكل اللي أنت بتعمله في الهيستوري أن أنت تعمل sign in أن أنت تسجل فيه تعمل sign up بالجيميل وحيبعت لك confirmation email بتبتدي أن أنت تروح على ال confirmation ده وتبتدي أن أنت تكليك على link وخلاص كده أنت فعلت الأكاونت بتاعك الخاص بيك على inception وتمام تقدر أن أنت تستخدمه علشان زي ما قلت لك تحتفظ بيه الهيستوري ده ممكن تستخدمه من غير ما تعمل sign in ولكن أنا بقولك عشان تحتفظ بيه الهيستوري لو أنت حتى حتجربه مستقبلاً أو تشهد معاه في أي حاجة أنت عملتها هنا animate square that rotates continuously يعني أعمل animation كده لsquare بيبتدي أنه يلف بشكل مستمر هدوس enter على طول هيبتدي بصه الكود على طول شايف الصرعة؟ احنا بنتكلم عن الصرعة عطاني أول حاجة step 1 set up the HTML structure ويهي ال style square ويهي عطاني زي ما احنا شايفين ادي animate square بيلف بشكل continuously بشكل على طول يعني مستمر هارجع تاني هنا نجرب نعمل شات جديد وهنا نستخدم بقى مثال هنا قلت له ايه اكتب كود كامل باستخدام HTML CSS JavaScript لإنشاء countdown timer اللي هو مؤقت تنازولي بيبدأ من 10 ثواني وعند الضغط على زر ابدأ العد التنازولي يبدأ العداد بالعمل ويحدث كل ثانية حتى يصل إلى صفر احرص على تصميم بسيط بخلفية فاتحة خطة ابيض وذر ازرق يتغير لونه عند تمرير المؤشر حتدي ان انا ادوس كده enter بص السرعة والتنفيذ انا عايزك بقى تبص على اللي انا طلبته هنا انا طلبت منه ان التصميم يكون بسيط بخلفية فاتحة اطني خلفية بيد خط كبير خط كبير ذر ازرق يتغير لونه عند تمرير المؤشر اه لونه فعلا بيتغير من الفاتح للغامق وهنا اول ما حبتدي ابدأ العد التنازلي حيبتدي ان هو يعد عكسي زي ما احنا شايفين تعالي نشوف مثال اخر حبتدي ان انا اروح عميوشات هنا حقول له عايزة تطبيق قائمة مهام تفاعلي لاحظ برضا هو بيفهم اللغة العربية يتيح للمستخدم HTML و CSS و JavaScript ويكتب المهمة في خانة الادخال واضافتها الى قائمة ظاهرة اسفل الحق Enter وضع خط على المهمة بالنقر عليها للدلالة على اتمامها حسف المهمة بالضغط على زر الحسف المهم حبتدي ادوس Enter ونشوف تنفيزه لهذه النقاط اللي انطبطها منه تعالي نبص اول حاجة هنا انشأ لي التطبيق حبتدي ان انا احط المهمة في خانة الادخال المهمة واحد مثلا وهقول له اضف فهنا المهمة مثلا خلص فحبتدي ان انا ادوس على المهمة هتعمل خط كده على المهمة ده دليل على انها خلاص تمت عايز تحزفها بتبتدي تحزفها وتحط مهمة جديدة فهو التزم بالاوامر اللي انا كتبتها زي منتم شايفين طبعا انا بعمل حاجات بسيطة زي ما قلتلك انا مش مختصة فمستنية اسمع رأيكم في التعليقات ايضا من الحاجات المفروض ان هو بيعملها اللي هي اكمال الكود يعني هنا لو رحنا تاني مرة تانية كده نيو شات اروح هنا ادي له كود علشان يكمله دبل بايثون هنا اكمل الكود هنا ليحسب الخصم واطبع السعر الجديد وابتديت ان انا ادوس انتر حيبتدي ان هو يكملك الكود بمنتهى البساطة زي ما انت شايف في run كمان مثال الاستخدام calculate discount 120 السعر الجديد 80 ده برضو حاجة من الحاجات المهمة في استخدام ميركري تعال نشوف حاجة تانية هنا حبتدي احط كود html بقول له اكمل تنصيق الصفحة اللي جعل العنوان في منتصف الصفحة اللي هو مرحبا بكم في موقعي هدوس انتر هنا خلى العنوان مرحبا بكم في موقعي او عمل duplication بس تخلى في منتصف الصفحة زي ما طلبته هنا هو زي ما احنا شايفين زبط الستايل اكمل تنصيق الصفحة هو هنا اكمل تنصيق الصفحة مع نفسه زي ما احنا شايفين انا هنا قلت له انا عايزة ايه في الكود وهو على طول زبط لي الكود زي ما احنا شايفين طبعا دي كل حاجة بسيطة زي ما قلت لكم انا مش متخصصة ولكن احب اسمع رأيكم في التعليقات ده بالنسبة لي ميركري تمنى تكونوا استفدتم من فيديو النهاردة شوفكم فيديو قادم بإذن الله تعالى على قناة انفو تيك فوريو زي ما بقولك في نهاية كل فيديو منساش تعمل سابسكرايب لقناة وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد لو كنت بتشوفنا لأول مرة ولو كنتم متابعين للأعزاء متنساش اللايك وشيرو كومنت دومتهم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة